السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا ليوم الأربعاء 24 كانون الثاني يناير القمر اليوم موجود في برج السرطان ورح يظل موجود في برج السرطان لغاية الساعة 7 و 36 دقيقة من صباح يوم الخميس لينتقل القمر بعدها لبرج الأسد القمر الآن موجود في منزلة الطرف وهي منزلة للمضرة والمشاكل ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 11 و 14 دقيقة من مساء اليوم الأربعاء لينتقل القمر بعدها لمنزلة الجبهة وهي منزلة للصلح واتفاق الشركاء والضغط على العدو القمر بما أنه موجود في برج السرطان معناته خلال هذا اليوم منشعر بقوة المشاعر والعواطف وحساسيتها الزائدة من أي شيء حتى لو كان بسيط ومنحاول خلق جو من الأمان يعني إلنا ولا أحبانا ولا أطفالنا من ميل بهاي الفترة للقيام بأشياء بتجعلنا سعداء من ناحية أخرى لدينا بعض الذكريات اللي ممكن تجعل البعض منها يظرف الدموع أثناء تذكر الماضي إحنا بحاجة للمزيد من الاهتمام وخصوصا من ناحية الأكل والشرب ومراقبتهم لأنه بالفترة هاي شهيتنا بتكون مفتوحة لتناول الكثير من الطعام يجب تجنب انتقاد الآخرين لأن حساسيتهم بتكون في ذروتها يمكننا شراء أو استئجار أو بيع عقار أو يعني إعطاء المزيد من الاهتمام لأطفالنا وقضى وقت ممتع في المنزل أو مع العائلة بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين المريخ هاي الزاوية رح تكون الساعة وحدة واربع واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش تخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فمن كون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مسعى من قوم فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بكون محبط عاطفيا بثور ثورة عارمة من الغضب عند أي انتقاد أو أي مواجهة تجعلنا عدوانيين كثيرين الصمت مبغضين للنساء وبتزيد من خيالنا وبتدفعنا لأقصى الحدود السلبي بأفكارنا زي ما حكينا بتسبب خصومات مع النساء ويستحسن أن لا نقوم بأي عمل مهم ونحاول أنه نخلط للراحة هذا التحول مضر جدا للصحة وخصوصا الصحة النفسية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس إيجابية بين القمر وبين أورانوس أي الزاوية رح تكون الساعة عشر أو ثلاثة وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها وممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك تمنحنا أفكار فريدة ومبتكرة ومتعة وتسلي غير متوقعة وبتزيد من اهتمامنا بالعلوم العصرية والتلفز والسينما والميل لكل ما هو مدهش وغريب أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث إيجابية رح تكون بين القمر وبين نبتون هاي الزاوية رح تكون الساعة عشر وسبع وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينيج بتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدس وعليه فإن أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك كالفن والديكور والتجميل وهذا وقت مناسب للراحة بتزيد حساسيتنا وبرضو بتعطينا نوع من هنواع الرومانسية وبتمنحنا كفاءات وخصوصا للأعمال اللي تتعلق بالمسرح والروحانيات بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ خلو المسار خلو المسار اللي رح يبدأ الساعة عشر وسبع وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينيج من مساء اليوم الأربعاء ورح يستمر لغاية الساعة سبعة وستة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج من صباح البكرة الخميس أو يوم غد الخميس بعدها القمر بنتقل وبيستقر في برج الأسد هذا بيعني إنه الفترة المذكورة ما بين الساعة 11 مساء يوم الأربعاء لغاية الساعة سبعة ونص من صباح يوم الخميس فترة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بل إكمال العمل اللي بدانا فيه قبل خلو المسار بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية طبعا أنا ما بنصح إجراء عمليات جراحية لكافة أعضاء الجسم خلال اليومين هدول لأنه مراحل اكتمع للقمر ولكن هاي الأعضاء تحديدا هي الأكثر حساسية اللي هي المعدة، الكبد، الصدر، الغشاء المخاطي، المبيض، الرحم، المهبل، الثدي، غشاء الجنب، وغشاء الصفاق وأيضا جهاز اللنفاوي وعظم الصدر هاي أكثر حساسية خلال هذا اليوم يعني لو كانت عمليات اضطرارية ما في أي مشكلة لوحد يعمل عمليات لإلها أو لباقي أعضاء الجسم ولكن إذا في مجال للتأجيل بيكون أفضل مناسب هذا اليوم لعمليات التجميل مثل الحقن ولكن الجراح ما بنصح فيها وخصوصا إذا إلها آثار جانبية لا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصفغ ولكنه لا يصلح أيضا للقص العلاجي القمر زي ما حكينا الآن هو رح يكون في خلوة مسار فما رح نذكر الخلوة المسار القادم بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المكتمل عمره 13 يوم في تمام الساعة وحده 45 دقيقة بعد الظهر بصير 14 يوم نسبة الإضاءة 99% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الدلو حتى يوم 19 اثنين منتحس بنسبة 10% الآن في ساعات المساء بصير منتحس بنسبة 40% القمر في السرطان حتى يوم 25 واحد منتحس بنسبة 25% الآن ساعات الصباح سعيد بنسبة 10% ساعات المساء بصير سعيد بنسبة 40% عطارد في الجدي حتى يوم 5 اثنين سعيد بنسبة 30% الزهرة في الجدي حتى يوم 16 اثنين سعيد بنسبة 30% المريخ في الجدي حتى يوم 13 اثنين سعيد بنسبة 45% المشتري في الثورة حتى يوم 25 خمس سعيد بنسبة 30% الزهرة في الحوت حتى يوم 29 ست سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 27 واحد منتحس بنسبة 10% نبتن في الحوت حتى يوم 2 سبعة سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الدلو حتى يوم 2 خمس سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم بتنهمكم بامور الهاصلة بالبيت والعائلة أهمش أنه ما تحاولوا فرض وجهة نظركم على أي شخص وخصوصا أفراد العائلة موسعكم ادخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم قصصوا فترة من وقتكم للاهتمام بمتطلبات العائلة الجو ضاغط والمسئوليات كبيرة وممكن اليوم يكون عندك ارتباط مهم فما بجوز الفشل برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور اليوم بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات ولكن بتكونوا أكثر صبرا على الطرقات هذا اليوم مناسب لاجتياز امتحان انتوا اليوم بتتمتعوا بطاقة فكرية وجسدية كبيرة دافعوا عن مبادئكم ولكن بليوني ودبلوماسية وانتبهوا لكلامكم ويحفظوا خط الرجعة ممكن اليوم تتمم لقاء أو اجتماع عمل وهذا الشيء رح يكون مفيد بالنسبة لك ممكن تتخذ خلاله بعض القرارات المهمة برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا اليوم بيعمل لكم أو بيفتح فرصة لمكسب مالي هذا المكسب عادة بيجي من عمل إضافي ومنكم أشخاص ممكن يستردوا أموال بتعودلهم أو ممكن تحصلوا على هدية عم مش انه تخففوا من النفقات بتميلوا للتفاوض والمساومة وبتنشطوا بالرحلات والاتصالات وممكن تتجرأ في النقاج يعني فترة مناسبة لبحث مواضيع مهمة ولتقديم الامتحانات وللمطالبة بحقك وممكن تتمارس بعض الصلاحيات أيضا بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا اليوم عندكو طاقة عالية وانتو مشعنون بالنشاط والحيوية وقادرون على إنجاز الكثير من مشاغلكم أهم مش انه ما تترددوا في فرض وجهة نظركم بتحققوا انتصار وبتظهر مزايا رائعة بتلفت أنظار الجميع فترة إيجابية حاول انك تستغلها الأجواء داعمة لعلك وممكن تهتم ببعض الأمور المالية أو القروض أو الديون أو صفحة جديدة أو قرار جديد برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا اليوم بسيطر التعب عليكم إنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل عاجل وإخلدوا للراحة بتكون مرهق وقليل الحماسة أهم شنك اليوم ما تنتظر جواب لأنه الظروف فارغة تهدأ الأجواء وبتخف وطيرتك حتى الركود لا تستعجل أمر عشان ما تخيب آمالك وحاذر من التراجع الصحي برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة اتجنبوا انتقاد أي شخص اليوم بيحملك فرصة مناسبة لحجد التأييد والدعم هاي الفترة مناسبة لطلب استشارة أو تأييد من أي شخص ثاني ممكن يأيدك بموضوع أنت اليوم بتملك القدرة على التواصل البناء ومن الضروري حجد الدعم حاليا حاول أنك تلعب دور بناء برضو بهاي الفترة اجتماعيا بالنسبة لموليد برج الميزان بتتركز جهودكم نحو عملكم وعلاقاتكم بالمسؤولين وبوسعكم إثبات جذارتكم وتدفع بمصالحكم ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل وبرضو ممكن يحملك هذا اليوم مسألة شخصية بتسبب لك نوع من أنواع القلق أو عبئ بيتعلق بالمنزل أو بأحد أفراد العائلة أهم مش أنك ما تجازف باستقرارك ومعنوياتك وشخصيتك هدئ من روعك ويعني في نوع من أنواع التوتر ممكن يكون أو في بعض الخلافات برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب بتنشطه اليوم في مجال السفر والاتصالات البعيدة والعلاقات مع الأجانب ولكن بدك تكونوا أكثر صبراً أثناء قيادة السيارة في الشوارع المفتوحة ممكن تفرح لإنفراج مسألة ضاغطة فترة جيدة ومنعشة للعلاقات وخصوصاً العاطفية والتحالفات ولكن حاذر من المتاعب والوعكات الصحية اللي ممكن أنها تيجي بشكل مفاجئ رغم أنه اليوم نشاط عالي جداً عندك برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس بتنهمك اليوم في ضبط شؤونكم المالية المشتركة ورغم النفقات إلا أنه في فرصة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض سارعوا لتصحيح الأخطاء واستعادة ثقة الآخرين ولا تسمحوا للخلافات بالتأزم لا سيما مع الأحباء ناقشوا وفاوضوا وما تتهربوا من مواجهة الأمر الواقع عبر عن رأيك بهدوء وما تستفز أحد برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي بينصب اهتمامكم حول موضوع الشراكة ابحثوا عن قاسم مشترك بيجمعكم بشركاء العمل والعاطفة وهي فترة شوي فيها نوع من أنواع التوتر ممكن تتورط في أزم ما بسبب عصبيتك ممكن تضطر للإبطاء بمسار بعض الأمور أو الخطوات أو تغير نمط معين بحياتك أهم شيء أنه اليوم ما توجه أي انتقاد لأي أحد برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو بيتراكم العمل لديكم حول إنجاز ما بوسعكم من عمل معني اليوم دون إهمال صحتكم وما تدخلوا في مواجهة مع زميل أو معاون وبتكثر اللقاءات والاجتماعات وممكن تحضر لورشة عمل أو تهتم بموضوع صحي وبتكثر المسئوليات والالتزامات على أنواعها كن حريص على عملك وباكر إليه عشان ما تتراكم الأعمال وتضطر للعمل وقت إضافي برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت اليوم بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم حاولوا تفاهم وجهة نظرهم وما تبالغوا في طلباتكم منهم ممكن تحتفل بإنجاز أو انتصار أو تنمو بعض العلاقات وتزدهر فترة مثمرة وكثيرة الإنشغال والتحركات لكنها فترة حظ ونجاح وتقدم هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر